في إطار التحضيرات للانتخابات النيابية للفصل التشريعي السادس عقد الشمع التنسيقي مشترك بين وزارة الخارجية والإدارات التنفيذية للانتخابات النيابية 2022 نعم وذلك بمشاركة سفراء ورؤساء القنصليات والبعثات الدبلوماسية التي سيجرى فيها الاقتراع لمواطني مملكة البحرين المتواجدين في الخارج والمقرر يوم الثلاثاء الموافقة الثامن من نوفمبر المقبل خلال الاجتماع استعرض المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية الإجراءات المتبعة قبل وأثناء وبعد عملية الاقتراع مؤكدا الحرص على تعزيز الجهود التنظيمية ضمن الاستعدادات لاتخاذ كل ما من شأنه تسير العملية الانتخابية وسيرها بكل يسر وسهولة لضمان انسيابية عملية الاقتراع للمواطنين في خارج المملكة قال المستشار أن الانتخابات المقبلة للفصل التشريع السادس تشكل محطة دموقراطية واعدة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المعظم ومتابعة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء إلى ذلك حث المدير التنفيذي للانتخابات المواطنين المدواجدين في الخارج للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس النواب كما تم خلال الاجتماع بحث الترتيبات والتحضيرات اللازمة لكافة الأعمال الإدارية والتقنية اللازمة للانتخابات النيابية في البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج ترجمة نانسي قنقر